اشتركوا في القناة سوف نرى ان هذا الهاتف مقفل برقم سري ولا نستطيع الدخول الى كل مميزات الهاتف كما ترون هذا الرقم السري لا نعرفه وارجو ان لا يكون على الهاتف قفل حساب جوجل سوف نرى الان كيفية تجاوز هذا القفل باعادة ضبط المصنع لهذا الهاتف اول شيء سوف نقوم به هو الضغط على زر التشغيل ثم التاندغ أي سوف نقوم بغلق الهاتف كليا ثم سوف نقوم بالضغط على زر رافع الصوت وزر التشغيل في الان واحد كما ترون سوف نقوم بالضغط على زر الاستمرار زر رفع الصوت وزر التشغيل نقوم برفع اسبوعنا على زر التشغيل واستمرار بالضغط على زر رفع الصوت كما ترون أمامكم إلى حين ظهور هذه العلامة MW ثم سوف نرى هذه القائمة التي سوف ننتقل بزر خفض الصوت إلى Web Data Factory Reset ثم نؤكد بزر التشغيل نقوم بالانتقال إلى Factory Reset ثم نؤكد بزر التشغيل دائما أزرار خفض ورفع الصوت للانتقال وزر التشغيل هو زر التأكيد كما ترون عملية المسح تتم هناك النسبة المئوية تمر أمامكم إلى حين اكتمال 100% سوف تظهر لنا القائمة من جديد هنا سوف تمسح جميع البيانات بما فيها من صور وفيديوهات وبرامج كل شيء على الهاتف يعني تكون على ذاكرة الهاتف ثم ننتقل إلى Web Catch Partition ثم نؤكد بزر التشغيل ثم نقوم بRobot System Now وهكذا سوف ننتظر إلى حين إقلاع الهاتف ودخول إعدادات الأولية للهاتف ثم سوف نقوم بضبط اللغة إلى غير من الإعدادات الأولية سوف أختصر بعض الوقت لكي لا أنتظر كثيرا نعم هنا سوف يدخل الآن إلى القائمة لاختيار اللغة نعم هنا سوف نختار اللغة التي نريد أن تكون عليها الهاتف بالطبع سوف أختار هذه المرة سوف أختار العربية نعم التالي سوف أقوم بتجاوز الارتباط بالويفي نعم بما أن تجاوز الارتباط بالويفي فهذا الهاتف لا يتوفر على قفل حساب جوجل كما ترون تم الإعداد بنجاح بدأ الحمد لله لم تكن هناك أي صعوبات في تجاوز هذا الرقم السري كما ترون الإعدادات الأولية أو الإعدادات الخاصة بالهاتف حول الهاتف نعم الهاتف كما ترون جيسات ال سفر واحد جي سابعة إصدار أندرويد أربعة 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 يعني لم يكن هناك فأر بي ما زال لم يتجاوز اللولي بوب وهكذا تم فرماتات الهاتف بنجاح ترجمة نانسي قنقر